السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا لا توقعات ليوم السبت 29 ثاني نوفمبر القمر اليوم استقر في برج الدلو لآخر يوم يوم الغد الساعة 53.59 دقيقة اللي هو صباح يوم الأحد بتوقيت جرينج بينتقل من برج الدلو لبرج الحود بما أن القمر موجود في برج الدلو طبعا خلال هذا اليوم منشعر أنه بحاجة مسه للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يعني يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس يعني تربيع يعني منتصف البدر وهي الزاوية رح تتشكل ذروتها ساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بتجعلنا قلقين وتشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و11 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية تربية سلبية بين الزهرة وبين نيبتون بتقل لها تأثير تقريب الخمس أيام بشكل قوي ومستمرة خمس أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة وحدة واربطاشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيج هذه الزاوية بتسبب نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للمسكنات للكحول مخدرات أدوية مهدية أو منشطات بتذكرنا مشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية أو عاطفية عكرت صفونا زمان أو عملتنا نوع من أنواع الصدمات زاوية التربيع هاي دائما لما بتتشكل هي أي زاوية سلبية بين الزهرة وبين نيبتون بتزداد خلالها التحرش الجنسي وخصوصا اللي بيتعلق بالأطفال بدل دوليا على تراجع مداخيل الأسطول البحري والصيد البحري والصناعات الصيدلية وكذلك صناعات النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهاي القطاعات الأعمال الفنية اللي تطرح بالأسواق في هاي الفترة ما رح تلاقي النجاح المطلوب بل قد تأتي النتائج بعكس ما كان متوقع بسبب غياب الحس الفني فيها وبيلاقي بعض الفنانين خيبات عملي كبيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وسبعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نغطر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية بطت الساق، الكاحل، الساق، وتر العرقوب، عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها أما الأعضاء اللي ذكرناها بس إذا كانت اضطرارية هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ ما بنصح فيه الحنة ما في أي مشكلة وحتى على القص العلاجي النتائج ما بتكون قوية بنصح تأجيلها لا يوم غد بكون أفضل القمر بما أنه استقر في برج الدلو أو مستقر في برج الدلو خلو المسار القادم زي ما ذكرنا يوم الغد ولكن رح يبدأ الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد بتوقيت جرانيج وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و59 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 8 أيام الساعة 10 و45 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج نبدأ باليوم التاسع نهاية اليوم نسبة الإضاءة بتكون للقمر 57% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 منتحس بنسبة 10% الآن ساعة المساء سعيد بنسبة 15% القمر في الدلو حتى يوم 10-11 سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 30-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً أول نصيحة بنصحهم إياها أنه حاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم لأنه يوم الغد القمر رح يوصل لبيت متعبك فلازم تستغل هذا اليوم لإنجاز الأمور المهمة لا إلك اليوم بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بترتاح لجانب الأصدقاء والزملاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً وبتكثر عندك الاتصالات والموعيد برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبتنجحوا في تدعيم مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم مع المسؤولين حاول أنك تحضر لعملك بشكل جيد وما ترتجل ما ترتجل للمواقف ولا التصاريح يعني بدك تفكر في أي شيء عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات ممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك لك تلتزم بالمسؤوليات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا في السفر اتصال بعيد ممكن تكون تواصل مع أشخاص خارج البلاد وبتشعروا برغبة في التفاهم مع أحبائكم ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان في لقاء لإلك أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إما سفر أو تعامل مع أجانب أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا يعني على أي مجال من المجالات اللي ذكرتها اليوم في خبر صار لإلك وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهميش أنك تتحرك على مختلف الأسعادة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو ممكن تحل مسألة مالية حاول أنك تدخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع الوضع اللي أنت فيه يطمئن بالك وبتفرح لتطور معين هذه فترة جيدة لتصحيخ خطأ أو لتكرار محاولات سابقة أيضا لها الأمور اللي تتعلق بالبنوك أو الضريبة أو التأمين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بترغبوا في تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم مش إنك ما تخالف القوانين وتمالك عصابك المتوترة شوي خلال هذا اليوم القمر ما زال موجود مقابلك فعشانك بدك تحافظ على هدوءك ما ترتجل أي كلام ما توجه ملاحظة لأنه خصمك قوي وما بيرحم يعني رغم إنه هذا اليوم ممكن يحملك ارتباط مهم فلكن بدك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في البيت السادس لكن عندكم قدرة على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه أهم مش إنه ما تهملوا صحتكم حاذروا أيضا من التعاب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعك من آداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسألة تتعلق بخلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء بالعمل وأيضا ممكن تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارية أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم من الأيام المميزة لعلكم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتدعيم العلاقة بهم هذا اليوم يوم مناسب لنشاط فني ممارسة هواي الاهتمام بالذات ممكن تفرح لإنفراج ملموس وترتفع فرص النجاح وتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة رح يكون مبارك إلك إذا استغلت صح ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهذه فترة مناسب لألتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنهمكم في ضب مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أهم شيء أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها شوي ممكن تعمل عندك نوع من أنواع الإطراب أو الامتعاض حاول تخفف الضغط العائلي وتمالك أعصابك وردات فعلك وما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية ممكن تظهر بعض المساعل ولكن تقدر تتجاوزها بضبط الأعصاب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات هذا اليوم وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة أو اجتياز امتحان وهي فترة مهمة للتواصل مع المحيط مع المجتمع تقدر تسمع صوتك تمين مكان عند قدرة على الإقناع عالية جدا ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية أو مناسبة كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم أهمي شنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرار حاسم أو قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن كمان حاول أنك اليوم تركز ما تخلي حد يستغلك ماليا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم أنت أكثر نشاط وحيوية حتى من يوم أمس بوسعكم أخذ زمام الأمور بأيديكم وتدفع بمصالحكم ما في داعي لتضخيم الأمور وحاول السيطرة على مزاجك تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبي لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق ومرضو اليوم ممكن يكون فيه خبر سار كنت بتنتظره برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم برضو القمر موجود في بيت المتاعب بدك تصبر هذا اليوم ابتداء من يوم الغد الأجواء بتتحسن بشكل أكبر ولكن هذا اليوم تشعر بالتعب بنال منك حاول إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وانتبهوا أكثر لغذاكم وراحتكم كون أكثر واقعية لأنه اليوم أنت بتميل لتضخيم صعوباتك أو تضخيم الأمور اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنه فترة فارغة ما فيها حضوط دعم لإلك حاذر الأفكار السودة والمعنويات المخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك وأيضا اعمل بشكل روتيني عشان تتجاوز كل الأمور هاي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر